الاهلي خلال الساعات اللي فاتت عرض 10 مليون جنيه زيادة لنادي فاركو لضم محمد صبحي بحيث يدفع 30 مليون 20 مليون دفعهم فاركو لإتمام ضم الحارس من الزمالك بشكل نهائي و10 مليون الاهلي هيزودهم لفاركو يعني يديه 30 مليون جنيه وياخد محمد صبحي وفاركو وعد انه هيرد بنهاية الموسم على الاهلي بخصوص هذا العرض مصدر بنادي الاهلي فيما يخص اشرف بنشرش قال انه مش صحيح ان اللاعب رفض بشكل قاطع اللاعب للنادي الاهلي وقال بالعكس ابدأ موافقة مبدئية لكن في بعض الشروط المالية بيتم التباحث فيها مع الشقيق وانا قلت لكم قبل كده هذه التفاصيل المالية اللي تبدو تعجزية تبدو تعجزية الراجل طريب ارقام يعني يتفوق يعني 2 مليون 3002 مليون 600 و3 مليون دولار ده على مدار الثلاث مواسم لو الاهلي عايز يجيبه ده رقم اعتقد هيبقى حتى على الاهلي كبير اعتقد يعني ما عرفش بدر بنون تنازل للنادي الاهلي عن 412 دولار بالتحديد ودول باقي مستحقات عقده 412 ألف دولار دول باقي عقده مع النادي الاهلي تعرفين ان الاهلي كان باع اللاعب لنادي قطر القطري ب2 مليون دولار يعني الصفقة في الاول والاخر كده يعني فادت الاهلي بما يقرم من 2.5 مليون دولار ده فيما يخص بدر بنون اللي قدمه النهاردة نادي بشكل محترم جدا وقال ان السلطان بنون اصبح موجود في نادي قطر القطري العيم مهمه والعيم مميز بس يعني ظروفه الصحية في الفترة الاخيرة اثرت جدا عن مشاركاته مع النادي الاهلي الحمد للان هو بس لا الاهم بالنسبة لنا كلنا انه هو اصبح معاف وزي ما قلت لكم من شوية انه احمد عبدالقادر خلاص عنده تمزق فيها العضل الخلفية وهيغيب عن الاهلي حوالي شهر ونصف من 5 ل 6 اسابيع يعني